هلو افريون هاور يو؟ يارب تكونوا كويسين النهاردة بإذن الله هنكمل سلسلة تعاليم الحروف للأطفال from A to Z كنا شرحنا قبل كده لحد لتر O وهتلاقوا اللينك في الديسكريبشن فضلا انزلوا عملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد مهمة جدا الطفل يعرف 3 حاجات شكل الحرف، صوته واتجاهه وساعد لتر P P P P P تعالوا مع بعض نعرف ازا ينكتب لتر P بطريقة سهلة وبسيطة عندنا P P P هنقول للطفل ازا يكتب لتر P هنحط نقطة البداية هنا وهنقول للطفل down around to the middle down around to the middle هنحط نقطة البداية هنا ونقول للطفل down around to the middle هنحط نقطة البداية هنا ونقول للطفل down around to the middle to the middle p small نبدأ من هنا ونقول للطفل down and curve يبقى النهاردة اخدنا P capital P small sound letter P ف عندنا كلمات النهاردة pencil 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 يعني ألم رصاص عندنا كلمة parot 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 يعني بغبغين وبكده هنكون خلصنا فيديو النهاردة اتمنى يكون عليكم وبتنسوش تمنوا لايك الفيديو وسبسكريب للقناة باي باي